اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقتين جديدة برنامجكم عشر سكايب حديث عراقي في الحلقة السابقة والحلقة التي سبقتها كنا قد بدأنا الحديث عن ما يسمى بالدستور العراقي ونتحدث طبعا هو تحدثنا ربما يعني ذهبنا إلى التاريخ وتحدثنا عن كتابة الدستور في العراق منذ تأسيس دولة العراقية عام 1921 لغاية عام 2003 وتحدثنا أيضا وقلنا أن هناك خمس دستير يعني غطت هذه الفترة الزمنية أولها دستور 1925 ودستور 1958 ودستور في عام 1964 ودستور في عام 1968 ودستور في عام 1970 اللي ألغيه باحتلال العراق عام 2003 طبعا كلها شهدت تعديلات والمهم وبدأنا الحديث في الحلقة الماضية عن الدستور الحالي من قانون إدارة الدولة وكيف تحولت إلى دستور وكيف الأمريكان ساهموا فيه طبعا علينا أن نذكر أنه يعني مثلما تحدثنا أنه القوى القوى الحزبية الشيعية التي حكمت العراق حزب الدعا وغيرها يعني أضافوا وممثليهم دباجة فقط لما هو جاءهم مترجم وضيفت لهذا الدستور فيها الكثير من الضغائن والأحقاد وتحرض العراقيين وعلى بعضهم البعض الحقيقة لكل ناقشة ومثلما قلنا فعلية مسودة مكتوبة مسبقا واعترف محمود عثمان هذا الدكتور محمود عثمان شخصية القيادي الكردية بذلك واعترف أيضا رئيسه والبرلمان بعد الاحتلال ربا محمود المشهداني أيضا اعترف قالوا أنه يجبرنا للتصويت والموافقة على هذه المسودة من قبل سلطات الاحتلال لكي تقول أمريكا أنها حولت العراق إلى ديمقراطية هذا الحقيقة وتحدثنا عن المواد التي وضيفت بعد المواد 139 اللي هي خمس مواد قالوا أن التصويت عليها لم يتم وما اطلعنا عليها لذلك هي غير شرعية ومن ضمنها تعديل الدستور طبعا علينا نتحدث أنه من أهم قواعد القانون الدولي وهذا يتحدث به كل الناس المتخصصين بالقانون الدولي ويعرفونه من أهم قواعد القانون الدولي هو أن لا تقوم دولة الاحتلال أي دولة دولة الاحتلال بإلغاء قوانين ودساتير الدول التي تعتل لها لا يحق لها أبدا إلا لا تعرض مع حقوق الإنسان وكذا وهذه قضية كلش كبيرة ويجب أن توافق عليها الأمم المتحدة وطريقة أخرى أمريكا جرت محاولتين للاعتداء على هذه القضية الاثنين جرام بعد الحرب العالمية الثانية واحدة في ألمانيا واحدة في اليابان ضغطوا لتغيير القوانين وإلغاء الدستور لكن الشعب الياباني والشعب القيادات الوطنية في ألمانيا وقيادات الوطنية في اليابان رضت هذا الموضوع ورضت كل قوى أن تغير في القوانين والدستور وكتب الدستور وطني ياباني وكتب الدستور وطني ألماني واستمرت الحياة بهذه الطريقة إلا في العراق هذه القوى جاءت وتوافقت مع الأمريكان وجاءت المسودة مكتوبة وترجمت ووضفت إليها دباجة وخرجة وإذا الدستور كله ألقام وكله مشاكل وكله مصائب كبيرة طبعا رغم أن الحالة وكناها ربما نقولها الآن في عام 1925 كان العراق تحت الانتلال البريطاني كان تحت احتلال البريطاني لكن القوى الوطنية رفضت وبريطانيا كانت تصر على أن هي التي تكتب الدستور لكن رفضوا القوى الوطنية ووضعوا بصمتهم وكتبوا دستور بروح عراقية رغم التدخلات لا نقول أنه كان ملبيا لطموحات العراقين والعراق دستور 25 لكنه كان بروح عراقية أما ما كتبه وما عرضه والمطبق الآن منذ عام 2005 إلى حد الآن هو دستور كتبه بروح ليست عراقية وليس له علاقة بالعراق وبالعكس هو مفرق للعراقيين ومخرب للعراقيين نصب لهم الفخاخ في كل مكان وكثير من القضايا تحدث عن مناطق المتنازع عليها تحدث عن النفط تحدث عن آبر النفط عن استثمارات كل هذه تحتاج إلى قوانين وقرارات ورؤى عن تداول السلطة عن المكونات الحكومة اعتمد على المكونات والهم يعتمد على المواطنة فبالتالي وصلنا إلى دستور الحقيقة الغاية منه هو أفراغ العراق من كل قدرة على النهوض جعل العراقين يذهبون إلى جدل عقيم في الدستور ومواد الدستور والآن ما يحصل اليوم يعني حتى هذه القوى السياسية التي في العملية السياسية الآن تحترر على هذا الدستور لأنه يعني الآن وجدت أنه خلافات بيناتهم بسبب هذا الدستور الكل يفسره كما يريد والكتلة الأكبر والكتلة الأصغر والمكونات وهكذا يمكن ربما بحدود الخمسين ما هذا تحتاج إلى تنظيم قانون وهذا طبعا لحد الآن لم يتم المهم يعني الدستور هذا الحقيقة هذه كل قوى العملية السياسية وقلناها ونقولها أكثر من مرة عندما يحتاجون إليه عندما يكون في خدمتهم عندما تفسيرات تلاءم معهم يقولون يتحدثون عن الدستور ولا شيء أكبر من الدستور وعندما يتناقض مع مصالحهم ومع ما يريدونهم على سياستهم يرمون هذا الدستور بالأرض ويدوسونه بأقدامهم هذا ما يحصل والآن وجدوا يعني محكمة اتحادية أشاروا لها بالدستور ويذهب المحكمة الاتحادية وغير المحاكم سيست بطريقة وأخرى ويدفعون باتجاه ما يريدونه وتفسيرات متعددة وشهدنا تفسيرات المحكمة الاتحادية عام 2010 عندما فازت قائمة العراقية برئاسة إياد علاوي كيف غيرت الكتلة الأكبر وين صارت الكتلة لا يفوزون بالانتخابات لا يشكلوها داخل البرلمان الآن يقولون أنه لا الكتلة الأكبر المحكمة الاتحادية تقول العان بعد كل هذه السنوات تقول أنه الكتلة الأكبر لا هي التي التي فازت بالانتخابات لا تشكل وراء الليل وهكذا كتبت يعني تناغمة هذا الدستور تناغمة في مواد مع تطلعات ورغبات هذه الأحزاب التي تحكم العراق رغباتها البشعة رغباتها في تدمير العراق رغباتها في الانتقام رغباتها في السرقة والفساد والقراب ولا لا يمكن أن يقضل بهذا الدستور الدستور يمزق العراق يذهب به إلى الفيدراليات ولا تعرف لماذا يذهب إلى الفيدراليات بلد موحد يقسمونه بهذه الطريقة ويدفعون به إلى التقسيم ثروات غير محددة حتى في قضية الدين قضية دين الدولة لا أحد يتحدث يعني 95% من العراقي من المسلمين لكن لا يقولون يعني أن القوانين تستند أو تشريعات الدستور تستند إلى الإسلام إلى يعني المصدر الأساسي للتشريع لا يقولون أن العراق دولة جزء وحتى العراق يعني مدولة عربية يريدون أن ينفوه من حوية العربية وبالتالي مواطق وأفخاخ قابلة للتأويل قابلة للانفجار في وجه العراقيين يتنازعون دائماً والدستور ليس حكماً يعني دائماً دساتير كل الدنيا دساتير كل الدول يذهب إليها يذهب إليها القوى السياسية فهو الحاكم هو القانون الذي يعني يؤطر حركة الدولة يؤطر حركة الحياة والقوانين في أي بلد إلا في العراق تفسيراتها مختلفة المادة تفسر أكثر من التفسير وكل التفسيرات يدعي أصحابها أنها هي الصح وهي المقصودة في الدستور وبالتالي دستور محير تحدثون عن حقوق الإنسان ولا يطبقونها وأدى أنه يعني آسف لأنه تحدث عن التطبيق لأنه تطبيقات هذا القانون حتى ولو كان فيه شيء من المادة أو مواد جيدة وممكن أن تقبل لا يمكن الحديث عنها لأنها لا تطبق لأن القوى التي تستخدم هذا وتستعمل الدستور لا تطبق هذه المواد هذه مواد مجرد ديباجة مدرد للعرض فقط مجرد يحاججون بها الشعب ليس أكثر وهكذا كانت رحلة الدستور هذا الدستور هذا هو الكارثة هذا واحد من أسس الكارثة التي حلت في العراق وكبرت في العراق هذا الدستور لذلك أي نظام وطني يقوم يجب أن يمزق هذا الدستور ويرميه في سلة المهملات ويكتب دستورا عراقيا بروح عراقيا بنفس عراقي بتطلعات عراقية برؤى عراقية تحافظ على العراقين تعطي كل حقوقهم لا تفرق بين العراقين مبني على المواطنة يراعي ثروات العراق يراعي كرامة العراق في حقوقهم يراعي دينهم براعي كل قضاياهم يراعي سيادتهم واستقلالهم هذا هو الدستور هذا هو القانون هذا القانون الذي يسمى الدستور هذا هو أما يكون جدلياً إن يكون أداة للتفخيخ ولدات فرقة والتخريب والتدمير فلا يعدد دستوراً مع الأسف الشديد يعني العراق يعني يمر بأسوأ الظروف بسبب ما عد له من كارثة جزء من مشروع الاحتلال الدستور جزء من مشروع الاحتلال هذا الدستور الذي وضع عام 2005 كان جزء من مشروع الاحتلال وما زال مشروع الاحتلال قائما يفرحون بأن الاحتلال خرج لم يخرج الاحتلال الاحتلال مادم قوانينه وقراراته وكل توجهاته باقية والكل يعمل بها فالاحتلال باقي هذا ما يسمح به وقت هذه الحلقة أترككم بخير أعزائي المشاهدين وأرتقيكم في حلقات النخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة